اخر سيراميكا كليو باترا كان قد فاز انتصارا كبيرا على الدخلية نفسه بربعية دون مقابل الكابتن ايمن الرمادي بنقوله الف مبروك لنجله الجميل عمر اللي يعني يمكن زفافه خلال الايام القليلة المقبلة رفض عروض وصلت له في الايام الماضية وتحديدا من نادي خورفاكان نادي خورفاكان الاماراتي يمكن في اول خمس متشات مع اربع نقاط بس من ضمن ثلاثي المؤخرة ما فيش تحتيه غير عجمان وحاتة وبالتالي الوضع صعب جدا فعايزين يغيروا الجهاز الفني فتواصلوا مع الكابتن حمد ابراهيم عفوا الكابتن ايمن الرمادي اللي رفض العرض وفضل الاستمرار مع نادي سيراميكا كليو باترا ليه لانه هتلاقي كتير اوي كل ما حد في الامارات عايز يغير من اول الاحتمالات اللي هيبصلها والكابتن ايمن الرمادي باعتبار انه يعني تاريخ كبير اوي في الامارات وانه الحد قبل انطلاق الموسم مباشرة كان بالفعل مع فريق قبل ما يعود الى سيراميكا كليو باترا وبالتالي الكابتن ايمن الرمادي قرر الاستمرار مع سيراميكا كليو باترا خصوصا ان الدنيا مشت انتصار كبير اوي يفتح النفس يعني لمدير فني بيعرف جيدا كيفية التعامل مع لاعبية